قتل 62 شخصاً كانوا على متن طائرة ركاب تحطمت على مدرج مطار روستوف أوندون في إقليم فازلي جوليبيف جنوب روسيا وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 وتابعة لشركة فلاي دوباي تحطمت نتيجة اصطدام جناح الطائرة في الأرض بعد المحاولة الثانية لهبوطها مؤكدة أن جميع ركابها كانوا من الروس من جهتها ذكرت شركة طيران فلاي دوباي على موقعها الإلكتروني أنها تبدل كل ما في وصعها لجمع المعلومات بأسرع وقت حول الحادث وتشتهر المنطقة التي يقع فيها المطار بسوء الأحوال الجوية والرياح العاصفة والضباب الدائم الذي يشكل عائقاً للطيارين أثناء هبوطهم